تحيات اخوات وحبابي وصحابي في كل مكان يا رب تكونوا بالف خير والف سحدي من يا رب معاكم ومريم من قناة اكلة بنفسي. النهاردة ما عندناش وجبة يعني غدا او عشاء او اكل عموما. عندنا اه نوع من الحلويات الجميل جدا اللي بنحبه جدا جدا. وكمان قلنا بمناسبة اه ان الفالنتين قرب. فقلنا نعمل بقى شوية شوكولاتات وحاجات كده نعملها في البيت ونوفرها واحنا عارفين ان اسعار شوكولاتات دي غالية جدا. النهاردة هنعمل شوكولاتة المشهورة جدا في العالم الباونتي بتلات مكونات بس بس فعلا بجد خرافة تحفى من الاخر يعني هننفس الشركة بقى هننفس الشركة يا اما الشركة بقى هي تيجي تطلب من عندنا منتجات وتاخد من عندنا بجد طعمها تحفى وبتلات مكونات بس اقتصادية وموفرة اعملي بصي كل الكمية دي من غير الاكل والاولاد كمان من كوباتين جوز هند بس تخيالي يعني بصي لو قرنتي سعرها اللي انت او التكلفة اللي هتعمليها بيها مستحيل مستحيل تيجي حتى ربع التكلفة اللي انت بتشتريها بيها من برا يعني بجدد جربي وعلى ضمنتي وعشان كده بقولك ما تنسينيش في الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد واللايك الكتير للفيديو ويلا بينا نشوف مقادرنا مكوناتنا حاجة بسيطة جدا جدا وسهلة كوباتين جوز هند ونص علبة لبن مكسف دي المكونات المبدئية هسيبها هسيب لك كل مكونات في صندوق الوصف بس ركز معي في الطريقة السهلة جدا دي انا من كتر سهولتها يعني سبت اولاد يعملوا فيها يعني بجد طريقة سهلة دخل المطبخ كده انت واولادك وفرحيهم وزي ما بقولك بالناسبة ان الفلنتين قرب اعملي الحاجات دي كلها في بيتك وانتظريني في حلقات جاية كتير مفاجآت للفلنتين هخليك تعملي كل شغل الفلنتين في البيت وبارخص التكاليف وباسعار خفيفة جدا وفرحي اها عيلتك وجوزك ويعني ومبسط معهم ويعيد بس هو عيد مش رسمي قوي بس هو عيد بنجدد فيه يعني كده مع بعض نفتكر يعني نجدد فيه اي حاجة نفتكر ذكرهات حلوة اي حاجة المهم يا جماعة نعيد ونغير جو شوية من اللي احنا عايشينه ده انا بصب هنا اللبن المكسف معايا على علبتين كوبتين جوز الهند لحد ما وصلوا للعجينة كده وهنا عندي سونية دهنها زيت دهنة خفيفة وايدي دهنة خفيفة جدا زيت وهكور كده بحيث يعمل شكل الكور عادية شكل للكور زي ما احنا عارفين يعني بالطريقة سهلة بقول لك الاولاد بيشتغلوا معاك انا العجينتها قدامكم من شوية ده كانت بنتي وهتيجي دلوقتي بنتي التانية تكور معايا يعني تعمل كور كده بس هو ما مكسفين جدا يعني الكورة كده في حجم كده آآ يعني الجمل كبيرة شوية يعني صغيرة كده كورة زي كور باونتي زي كور الفرير الروشي والحاجات دي وتكمل الكمية كده بجد كمية تحفاء يعني عملت كمية جميلة جدا وما قدير يعني على قد ادنا وان شاء الله في الحلقة دي بازن الله يعني برضو هتقرر تاني ان انا عملتها كتير آآ هعرفك ازاي تسيح الشوكولات بطريقة نجحة جدا ما تكتلش معاك وما تعملش اي كتل او كده هتديكي نتيجة تحفاء جدا هنا اهو بوسي بولا او طبق اي حاجة مفهوش اي مية خالص محطوط على حاجة فيها مية سخنة بتغلي ويقصري آآ شوية يعني حوالي مية مية وخمسين جرام شوكولاتة مطبخ طبعا آآ هي دي افضل حاجة بتستخدم يعني في آآ يعني في التغطية وتبقى نجحة بلاش تجيب الشوكولاتة اللي فيها اللي عبان طبعا آآ هنا بصي مفيش معلقة زيت درة يفضل زيت الدرة يفضل زيت الدرة بتكررها ويسيبي شوكولاتة هنا تسيح بشويش خالص خالص على حمام المية اخودي بالك اللي بتكرره دايما اوعي بخار المية يطلع وينزل على الشوكولاتة عندي هنا آآ صونية حطت فيها ورقة بلاستيك عشان اي شوكولاتة تنزل وحطت هنا شبكة على فكرة ممكن ما تستعملش الشبكة خالص خالص آآ ودي كمية الكور اللي انا عملتها من الكمية اللي انتم شفتوها ودي الشوكولاتة صايحة كده بوسي اهو وبشوكتين حطي الشوكولاتة وبشويش خالص شليها وصفيها شوية بشوكتين كده عشان طبعا ايه تضغطها كويس وحطيها آآ على الشبكة بقولي لحضرتك تاني عادي ممكن تستغنى عن الشبكة وحطيها عادي على الورق البلاستيك الغذائي او ورقة زبدة عادي خالص ما فيش مشكلة المتوفرة عندك حلو جدا بس كده ادي التلات مكونات بتوع الباونت بتاعنا ما فيش اي حاجة جزهن آآ لبن مكسف شوكولات بس آآ ايه تاني ما فيش اي حاجة تانية بجد يعني حاجات آآ في البيت وفي نفس الوقت نضيفة ومضمونة والاولاد اصلا يعني فرحتها مش بس ان عملتلهم الشوكولات بيحبوها وبشتروها من بره لا فرحتهم انهم هيساعدوك يعني انا البنات كانوا بيساعدوني بس مش راضيني يظهروا في الكاميرا خالص يعني بيسيبوني انا اعمل الشغل اللي هو قدام الكاميرا وهما بعد كده انا بيسيبهم يكملوا حاجات تحفة وحلويات جميلة جدا بيعملوها برضو هعمل لكم ان شاء الله ما بقول لكم الحلقات الجاة ان شاء الله هنزبط عيد الحب عيد الفلانتان يا جماعة مش هنخلي اي حاجة يعني نشتريها من بره خالص في الفلانتان نشتري ليه بصوا ست البيت الشطرة بتعمل كل حاجة في البيت ودي حاجات سهلة يعني يا جماعة مش عايزة ست بيت محترفة ولا اي حاجة وبجد بتعمل كميع حلوة جدا يعني واسعارها تحفة يا دوب يعني بس يا دوب صفي من الشوكولات كويس علشان طبعا ما يبقاش فيها بوائي ومكتلة خدي بالي لبوائي ولا مكتلة يعني ودي الطريقة فعلا يعني تحفة بصراحة لتسيح الشوكولات يعني ان فيش اي اول مرة سيحتها مسلا بالطريقة دي عشان اغطي بها كيك او اعمل اي حاجة بيها وخزلتني اه زين بها دونات بصراحة بصراحة طريقة تحفة يعني بجد طريقة تحفة بسي زي مش حضرتك شايفة طريقة بسيطة جدا والاولاد زي ما بقولك ممكن يساعدوكي فيها واهم حاجة في الموضوع ده زي ما بقولك اني مكونات في بيتك يعني كل انا بيكون عندنا شوكولات مطبخ كل انا بيكون عندنا حاجات يعني حاجات البيت على فكرة ممكن تكوني مسلا مسيحة للشوكولاتة حتى تحطيها على الكيكة ففضوا شوية اعملي موضوع جوز الهند باللبن المكسف هو يستغلي فض طبعا الشوكولاتة عندي فالبونت احنا عارفين بيبقى فيها خطوط بارزة كده دي طبعا ستهم لما نشفت كويس ونقلتهم من على الشبكة وحطتهم في طبق طبعا تجمدت كويس وهنا فتحت الكيس شوية هنا في الاول فتحت وفتحة صغيرة عشان مش عايزة الخطوط تبقى آآ سميكة قوي فحستها لأ آآ محتاجة افتحها اكتر ففتحتها هنا اكتر بصي وتاخد كده شوكولاتة رايح جاي رايح جاي كده آآ هتعمل الخطوط البرزة دي اللي احنا متعودين عليها فالوية شوكولات باونتي اهو كده رايح جاي وبرضو تعملي من ناحية العكس ايوا رايح جاي كده بقول لك طريقة سهلة جدا جدا وبسيطة مفاش اي غلبة ولا اي حاجة والعيال بتبقى مبسوطة جنبك عملت لهم شوكولاتة الحاجات المتميزة يعني في آآ يعني في الموضع الامراض دي يا ريت يا جماعة كل حاجة نتعلمها ونعملها في البيت افضل يعني اي حاجة وبعد كده بنت صابعك كده رش رشة خفيفة جوز هند خفيفة جدا عالشوكولات اللي هي الخطوط اللي صحيحة اعمل النص بجوز هند والنص سادة الشكلين بصراحة تحفة هيعجبوك جدا بس كده انا عملت شوية جوز هند وشوية سادة الشكلين تحفة بصراحة عجبو الاولاد جدا جدا وهتسيبيها بس تجمل شوية في التلاجة مسلا مدة ربع ساعة يعني كويس جدا احنا دلوقتي في الشتاء وتقدميها بالفة هنوشفة زي ما شفتي في الاول بصي بقى تحفة والخطوط بارزة كده وللقر يعني تحفة تحفة وكل ده كل شوكولات طبق ده اللي قدام حضرتك ده طبق كبير على فكرة بكوبة تنجوز هند بس زي ما انتوا شايفين او بصي الجمال بصي يعني باونتي باونتي يعني بصراحة يا جماعة ان نفسي نفسي بجد بجد تجربوا وصفة من وصفاتي انا يعني بعملكم حاجات صعبة وحاجات سهلة حاجات بمكونات كتيرة وحاجات بمكونات يعني بصراحة بحاول انوع معاكم علشان ست البيت المحترفة طبعا تاخد فكرة جديدة والبنوتات الصغيرين برضو يقدروا في وصفات تانية يقدروا يعرفوها ويعملوها وتبع حاجة جميلة كده وسهلة اتمنى بالجد تجربوا وصفة من وصفاتي وتسبوها لي اه يعني فرسال الصفحة على الفيسبوك افضل اه وانا ان شاء الله اخدها من غير اسمي طبعا بمسح الاسم والصورة وبنزلها تطبيق في صفحتي ان شاء الله او لو حب انت عادي ننزليها باسمك قوليلي وانا هنزلها باسمك لو حب نزلها في التعليقات انا هنزلها ما فيش اي مشكلة زي ما تحبي اه بجد يعني وصفات سهلة جميلة بسيطة على قد ما بيعني بعوز بتشجيعكم واني ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ولايك للفيديو على قد ما بسبسطني جدا ان انا اقدر اعمل حاجة الناس كلها بتحبها وسعرها مرتفع وبعملها لكم في البيت اقتصادية وسهلة وبطريقة سهلة بفرح جدا جدا برسائل الشكر بتشكرها لعلى صفحتي وهتوحشوني جدا للفيديوهات اللي جاية